يوم جديد من القتال في وزيرستان الجيش الباكستاني يحكم قبضته على حدود الإقليم لكن مقاومة طالبان ما زالت تعرقل تقدمه المسلحون مجهزون جيدا بالعتاد كما تعلمون فإنهم يجمعون الأسلحة والمعدات منذ فترة قوات الأمن استعدت لهم خلال الفترة الماضية هذه المنطقة كانت تحت سيطرتهم لأكثر من ثلاثة أشهر وقد استهدفنا بالقصف الجوي مع عاقلهم ومخابئهم هناك وجود لعدة ألاف من المسلحين الأجانب وقد تجهزنا لهذه العملية والآن ها هي تبدأ بأوامر من الحكومة حظر التجول الذي فرضه الجيش على مداخل ومخارج وزيرستان يفاقم الوضع الإنساني لكن لا مفر منه بحسب المصادر العسكرية الطائرات المقاتلة هي السلاح الرئيسي حتى الآن في قصف معاقل طالبان وخاصة في قبيلة محسود التي تشكل أكثرية عناصر الحركة محاولات التدخل البربري أدت في اليوم الأول فقط لمقتل خمسة جنود وفقا للجيش النازحون بالآلاف بينما يستعد إقليم البنجاب لعمليات انتقامية من طالبان تستهدف المدارس والمصالح الحكومية محمد تعيد محفوظ بي بي سي اشتركوا في القناة